ايه رأيك في صفقة وولتر بواليا؟ طبعا صفقة نحن نشوفناه وهو فجونة شكله عامل ازاي وامكانياته عاملة ازاي عمر الناد الاهل يا ابو حميد ما هيبص اللاعب اللي ما يكون امكانياته اكتملت ان الناد الاهل يجيبه ويضمه للكيام بتاعه معاك جدا بس انا مختلف في حاجة لانه اوقات كتير جدا انت عارف يمكن احب اقول الجملة دي كتير يعني وده اللي حاجة اللي حاجة انا متخاف منها اتمنى اتمنى انه يواصل مشوار التقلق مع نادي الاهلي وهو الحقيقة كمقاتل يعني مهاجم انا شايفه لعيبه كويس جدا بس تعرف ان فيه لعيبه بتبقى متعلقة جدا ففرقتها بتحس انه سوبرستار بس ما بيجي الاهلي معرفش تيشت تبقى تقيلة الناحية النفسية الانسجام فكرة ثقافة البطولات يعني مليون في المية بحمد مليون في المية وهو جاي الناد الاهليه بيمضي مع امير توفيق 90% حسام غالق عرفه هو مين الناد الاهلي رضا شحات عرفه مين الناد الاهلي يا جماعة دول عمودين من اعمدة الناد الاهلي اذا كان كابتن حسام ولا اذا كان الكابتن رضا الناس دي موجودة هو جاي هو عارف الناد الاهلي ده ايه ومطلوب منه ايه والمفروض يضيف لناد الاهليه هقول لك الحاجة بكل المقيس بولية افضل من بجي هتلاقي في الحتة دي افضل بكتير واكتر من جيراردو هتلاقي يعني فيه نسب وتناسب امكانيات الراجب وارقامه امكانيات الفروض ده وارقامه وإحصائياته اللي عملها مع الجونة تضيف له كتير قوي هل كل الباقيين ده لما جيت جبتوهم او فكرت ان انا اتعاقد معهم ما كنت شايف امكانياتهم لا كنت شايف امكانياتهم محتاج تدعم بصفقة تانية جانبه وانتر بولية افضل كاس العالم واقول لك الحاجة احنا نادي الاهلي السبر على فلافيو السنة ونص منو الجزيه وصل مع الراجل ده ان احنا ما كناش بنقول ان فروض مش بيجيب جون جاب جون بالصدفة في مرتش المحلة بعد كده بقى فروض النادي الاهلي جميع عماد متعب اللازلان يتكرر فروض بمعنى الكلمة واحد من اكتر الصفقات الافلطية اللي جات في تاريخ النادي الاهلي نجاحا احنا هنصبر وهنشوف ويمكن الراجل هادي عارف هو بياخد ايه مسلمان يتقصوا عارف هو بياخد ايه من اللعيبة بتاعته اشتركوا في القناة